عندما يبدأ تفلك في النمو والحركة واستكشاف العالم من حوله فإن أول شيء يفعله هو استطعم كل ما يمسكه بيده وهنا يبدأ جهاز المناعة في التعامل مع الأجسام الغريبة التي يتعرض لها وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور الأمراض أو حدوث العدوى ونقدم لكم في هذا الفيديو عشر أطعمة تعزز من المناعة عند الأطفال وتحميهم من مضاعفات الأمراض أهلا بكم تحتوي بعض الأطعمة على العناصر الغذائية الدقيقة التي يمكن أن تساعد أجهزة المناعة لدى أطفالك على أن تكون قوية قدر الإمكان لذلك عندما يتعرضون للجراصيم الحتمية فإنهم مستعدون للقتال أولا اللوز مليء بفيتامين إي والمانجانيز وهو ثنائي قوي يعزز كلاهما نشاط جهاز المناعة لدى طفلك ثانيا التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد أكسامنا على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجزور الحرة هذا يساعد على إبقاء نظام المناعة لدينا يقاتل هناك العديد من أنواع التوت المختلفة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي لأطفالك الفراولة، التوت الأزرق، التوت البري، التوت الأسود علما أنه عندما لا يكون التوت في موسمه فإن التوت المجمد مغذيا بنفس القدر ثالثا الزبادي يحفز البربيوتيك نظام المناعة لأطفالك فقط تأكد من أنك تستخدم زبادي قليل السكر أو بدون سكر لأن السكر له تأثير معاكس على جهاز المناعة لدينا رابعا سمك المكريل وهو غني بدهون أوميجسري وهي المادة المسؤولة عن إنتاج الكثير من المواد التي تحافظ على تواذن كثير من العمليات في أجسامنا ومنها ضغط الدم، حرارة الجسم، الالتهابات، الأورام، الألم، تخصر الدم وأمراض الحساسية كذلك فإن أوميجسري هي من المكملات الهامة جدا للأطفال والرضع وذلك بسبب الدور الهام التي تلعبه في النمو السليم للدماغ حتى خلال المرحلة الجنينية في الرحم كما تلعب دورا لا يقل أهمية بالنسبة للأطفال المصابين بصعوبات التعلم والطرابات التركيز وحتى الاترابات السلوكية حيث أن زيادة استهلاك مادة الأوميجسري يحسن حالتهم بشكل كبير خامسا البيض يقوي الزاكرة وينشط المخ كما يسهل الحفظ ويساعد في فهم الأمور بسهولة وذلك بسبب احتواء البيض على حمد الأوميجسري واللسسن كما أنه يقل أطفال من فقر الدم ويعتبر مقويا للشعر والأظافر كما أن البيض المسلوق له دور كبير في تقوية البصر وتكوين الخلايا العصبية لدى أطفال بالإضافة إلى تقوية العظام والأسنان لما يحتويه من فيتامين دي كما أن للبيض المسلوق فائدة علاجية فهو مفيد لعلاج نزلات البرد ومحاربة البكتيريا والأمراض المعوية وذلك بفعل مادة الأفو مايكرو جلوبلين الموجودة في البيض المسلوق سادساً البروكلي ليس سراً أن البروكلي هو قوة غزائية لديها عدد من معززات الجهاز المناعي بما في ذلك الفيتامينات E و A و C وعدداً من مضادات الأجسادة سابعاً السبانخ السبانخ مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة لدينا تحتوي على فيتامينا A و E و C و K حمد الفلك المنجنيز الزينك السلينيوم والحديد تعمل جميع هذه العناصر الغزائية بطرق مختلفة لتعزيز وظيفة جهاز المناعة لدينا ثامناً البطاطا الحلوة تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عليها من بيتا كاروتين والتي أظهرت الدراسات أنها تزيد من عدد خلايا الدم البيضاء وتزيد من نشاط الخلايا الكتالية البطاطا الحلوة أيضاً مصدر رائع لفيتامين C وهو محسن آخر لجهاز المناعة تاسعاً البذور قدمي لأطفالك مجموعة متنوعة من البذور مثل اليقطين وعباد الشمس وبذور الكتان لتقوية جهاز المناعة لديهم من خلال تناول مجموعة متنوعة من البذور سيحصل طفلك على فيتامين E والزينك وأحمد أم جسري وكلها تقوي جهاز المناعة عاشراً الشوفان يحتوي الشوفان على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات كالحديد والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم كما أنه غني بالألياف والبروتين وفيتامين B2 وحمد الفوليك وبعض الفيتامينات الأخرى بنسب قليلة إضافة إلى عنصر السينيليم ونسبة بسيطة من الزينك والنحاس والمانجنيز وكلها تقوي جهاز المناعة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكراً لكم